السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثالث الإعداد معنا النهاردة في الوحدة الرابعة الدرس الثالث والرابع وإحنا دلوقتي في صفحة 186 الاختيار عندنا هنا عايز عكس كلمة awake awake اللي هو مستيقظ عكسها إيه؟ عكسها أسليب اللي هو نائم نومبر تو ماروة عندها مشاكلة ماروة عندها مشاكل في السم في حذر السم يعني she can't hear well ما تقدرش تسمع كويس she is طبعا هي deaf deaf يعني لا يستطيع السم don't be afraid لا تكن خائفا this is similar meaning to بيقولك المعنى ده بيساوي don't be don't be scared الفكرة كلها بس إن كلمة scared بتسوي كلمة afraid تمام نومبر فور a space is a long narrowboat for one or two people ماركب رفاية أو طويل داية لواحد أو اثنين اللي هو الكانو طبعا اللي هو الزورق there is a lot of fog in the morning بيقولك فيه fog كتر خالص في الصباح fog اللي هو الضباب يعني to form the adjective of fog كلمة fog عايزين الصفة منها كلمة foggy foggy يعني ملبت بالغيوم نومبر سيكس to form the opposite of usual we add the prefix عايزين عكس كلمة usual عكسها عكسها نحط لعى prefix بادئة اللي هي unusual usual unusual معتاد unusual يعني غير معتاد نومبر سيفن he wants to live in a quiet and safe place so he moved to that هو يريد أن يعيش في مكان quiet يعني هادي وآمن ولذلك هو انتقل إلى عز اللي يعني راح فين هيروح country side country side يعني الريف مازن's father doesn't know the way to the beach يعني والد مازن ما يعرفش الطريق إلى الشاطئ so he can بعد كده space us so he can follow us مدام ما يعرفش الطريق يبقى يعمل follow يعني يتبعنا يتبعنا يعني يمشي ورانا some tourists were lost in the desert بعض السياح تاهوا في الصحراء عايز synonym يعني كلمة بتسوي كلمة lost تاه اللي هي كلمة missing ده السنة اللي بتاعها مفقود بتسوي loss يعني تاه ومفقود our teacher يعني المدرس بتاعنا teach you درس teacher مدرس asked us to do a project طلب مننا نعمل مشروع على protecting our community حماية المكتمع بتاعنا number 11 space are the parents of your parents يعني الوالدين لوالدائك والدين والدائك اللي هما مين ال grand parents الأجداد هما والدين والدائك I wanted to space to school team but my father doesn't agree أنا عايز أعمل join يعني أنضم لفريق المدرسة بس بابا مش موافق didn't agree يعني ما وافقش we should work hard to protect our environment environment خلاص تحوضنا عن نوع ده من الأسئلة اللي هو بيجيب لنا الكلمة وقول لك يلا كملها أو صححها أو كده فيه أنا بيقول لك حاول تصحح الكلمة underline environment وضف لها suffix يعني نهاية طبع environment يعني بيئة we should work hard يجب علينا أن نعمل بجد لكي نحمي our environment يعني بيئتنا بعد كده صفحة مية سبعة وتمانين صفحة مية سبعة وتمانين time to practice يجب لنا هنا sign one dumb deaf care wins عندنا كلمة sign sign يعني لافتة أو علامة وبتيجي مع sign language يعني لغة الإشارة one يعني فازة الماضي من وين وكمان معانا كلمة dumb كلمة dumb معانا بمعنى أخرص يعني ما بيتكلمش وdeath أصم يعني ما بيسمعش يبقى هنا عندنا ده ما بيتكلمش وده ما بيسمعش care يعتني وعندنا وينز أو عناية وعندنا كلمة وينز برضو يعني يفوز يعني هي جايب هنا وان فازة وهنا يفوز وبيقاب لها يوشي وقت علشان هتطلعها حرف الأس طيب هنا علي goes to a special school علي بيروح مدرسة special special هنا معناها خاص أو مميز تمام for نوعات children who can't hear هو بيروح مدرسة خاصة نص مدرسة خاصة يعني مخصص هالنوع معين من الطلاق فبيروح مدرسة خاصة للطلاب اللي ما بيقدروش يسمعوا for يطلع الطلاب ما بيقدروش يسمعوا اللي هما بنسميهم داف children داف children يعني الأطفال اللي هما الداف اللي ما بيقدروش يسمعوا طيب نكتب هنا عن داف داف one كده واضحة it's in a village in the country داف موقود في قريم في الريف he went there for the first time راح هناك لأول مرة there he learns و هناك هو أتعلم لغة معينة اللي هي الصين لغة الإشارة طيب بيقدروش لكدرسوا لكدرسوا لكدرسة عن مدرسة شطرين they space about all the children they care about care about يعني يعتني بي هما بيعتنوا بالchildren الأطفال كل الأطفال علي has just وعلي لسه has just لسه حالا نفايز بجازة has وها بيك بعدها التصرف التالت التصرف التالت من وين هي one يبقى كده هنا عندنا دي number four وكده هنا لسه حالا نفايز ب because he was the best مفضل طالب he loved it it was very quiet تمام هو طبعا حب المدرسة وكانت المدرسة very quiet يعني هادية جدا ننزل بقى على choose بيقول لنا هنا to space is to feel strongly about someone or something ان انت يعني تكون بتحس بشكل كبير كده تجاه شخص او شيء يعني لما تحس بقى حسس جام دليل يبقى انت كده بتعمل care about care about يعني بتعتني بي number two the parents knew that the children were بيقول لك الوالدين عرفوا ان الاطفال كانوا ايه because they heard them talking علشان سمعهم بيتكلموا يبقى الاولاد صحيين awake مستيقظين number three space بيبقى 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 بسع شخص او شخص ويستخدم في الرياض في الرياض يعني number four you can see beautiful fish in there انت ممكن تشوف سمك جميل فين بقى في الاكواريوم الاكواريوم اللي هو جننت الاسماك يعني او معرض الاحياء المائي aunt Polly thought that Tom was lost or badly بيقولك العم Polly اعتقلت ان Tom ده اسم حد was lost or badly hurt يعني اما تاه او تم ازاؤه بشكل سيء يعني number six the pictures and sounds that you think are happening when you're sleeping or cold بيقولك الصور والاصوات اللي انت بتعتقد انها بتحصل وانت نايم اللي هو الحلم يعني دول بنسميهم ايه بنسميهم dream dream يعني حلم to form the adjective of scare عايزين نخلي scare صفة هنسميها نقول علي scared نحط لها ايه دي اخرها ايه نحط لها دي scared كده scared معناها خائف مانشي scared ومترادفات امن دي انتنم يعني ضدها او عكسها بعد كده هنا جايب لنا فرق بين المضارع التام والمواضي البسيط نقرأ طبعا وهنشوفه دلوقتي من خلال التدريبات بتاعتنا علشان نركز في الفرق بين الزمنين اه ونفهم اكتر من خلال الhomework تمام number one طبعا الحياتي يعني من طول حياتي من دلوقتي لكل حياتي من زر تلات لغاية النهاردة طول حياتي كنت عايش في جنوب مصر south of طيب هنا هتبقى ده مضارع تام لان حاجة حصلت في الماضي ومستمرة لغاية لحظة الكلام هتبقى I have lived تمام I have lived She visited her grandmother last month طب هنا عندي last month الشهر الماضي ده بتدل على الماضي البسيط ما ننساش دي كلمات الماضي البسيط هتبقى هنا visit هتبقى visited يعني زارت جدتها الشهر الماضي I born in Giza in 2000 طب خلاص احنا حفظنا دلوقتي وقلنا عليها في الدرس الاول والتاني ان كلمة ولده اسمها was born وفي الجامعة where born I was born هيا دي بي اللي هي was aware في الماضي I in many concerts I love music طيب هنا قلنا طالما ما حددناش احنا عملنا الحاجة دي امتى بالضبط فبنستخدم المضارع التام هتبقى I have played I have played يعني انا عزفت في concerts كتيرا في حفلات موسيقية كتيرا وانا بحب الميزيك بيجي وراءها جملتين ماضي بسيط ماضي بسيط هتبقى نومبر سيكس اللي هي وانت الماضي من جو وانت انا زهبت الى مدرسة خاصة للاطفال اللي ايه الدف اللي هما ما بيسمعوش او دف يعني اصم نومبر سيبن where have you طالما عندي have وhas ومفغول معروف انه بيجي بعدها التصريف التالت من spent spent ودي تصريف تاني وتالت spent she break her leg the day before her exam طيب the day before her exam يعني اليوم اللي قبل امتحانها ده ماضي بسيط بتدل على الماضي البسيط دي تمام رقم تمانية يبقى break هنجيب الماضي من break broke the day before her exam اليوم اللي قبل اللي امتحان بالضبط ده ماضي بسيط يعني بتدل على الماضي البسيط نومبر آه ناين we move to the city three years ago اجو بالكلمات اللي بتدل على الماضي البسيط فهنا move هتبقى moved بكل بساطة همحط لها حرف دي لانه ده فعل منتظم I been a nursing manager for ten years four من الكلمات اللي بتدل على المضارع التام هنا I هتاخد have وبعدها كلمة been تبقى have been طيب اللي بعدها number eleven سوزان كلمة 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 كلمات اللي بتدل على الماضي البسيط فعندنا هتبقى هتبقى did بقى ماضي بسيط فهي السؤال اللي زي ده بيبقى محتاج يعني ايه ان احنا نزود معلومات اكتر عشان نقول احنا فين بالضبط من فترات اليوم المهم هي كده احنا عملنا هدف number 12 you ever been to another country بنت تصريف ثالث يبقى انا ه كلمة you تاخد have have you ever وقلنا قبل كده نحن نحفظ الثلاث كلمات وربعة have you ever يعني هل سوق لك وبعد كده فالتصريف ثالث have you ever نانسي first not to italy in 2010 طيب انا طالما كتب in مع لو كتب لي sense كنا هنمشيها صح has traveled اما مدام كتب لي in ضماضي بسيط ما ننسيش طب هنا بس هناخد هنشيل has ونخليها traveled 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 يعني صافرت تمام my family 14 my family space me to the aquarium every summer since then عندنا sense من الكلمات كلمة sense دية اللي بتدل على المضارع التام يبقى هنا هزو هف وتصريف ثالث my family not me to the aquarium every summer عيلتي بتاخدني طبق has taken me يعني بياخدوني او بتاخدني العيلة طبعا بصوا يعني احنا لازم نبغدين بنا ان my family دي ممكن تكون has او have طبعا فهم الاثنين مقبولين هنا has taken او have taken number 15 i won lots of matches with my team it's really far طيب انا هنا محددتش انا فوزت مع الفريق بتاعي ده انت فمدام محددتش بالوات يبقى نكتب half زق التصريف التالت half one two years ago ماضي بسيط two years ago دي بتدل على الماضي البسيط i played to at a concert in a Cairo opera house يعني عزفت في حفلة موسيقية في دار الأبرا بالقاهرة اللي بعدها انس space learned to ride a bike when he was three when he was three ده بتدل على الماضي البسيط لما كان عنده ثلاث سنين ماشي يوبا هنجيب الماضي من learn learned تمام اللي بعده he lived in the USA for two years for two years يعني مدد سنتين he hasn't returned to Egypt yet وما رجعش مصر يعني لسه هناك عندنا four زائد المدة يبقى مضارع تام يبقى هي تاخد has و lived has lived والتصرف في ثلاث من ه التصرف في ثلاث من lived كده مظبوط خالص he has lived يعني هو عاش في USA لمدة سنتين he hasn't returned to Egypt ولم يصل أو لم يعود إلى مصر حتى الآن بعد كده how how long have Mr. Samir been an English teacher Mr. Saeed sorry Mr. Saeed هو هنا ده المفروض أنه هو he has ما هيش have we didn't travel to London since 2030 مدام أنت هنا جاب للماضي البسيط حد فكر السنين بتاخد إيه في الماضي البسيط تاخد إن لكن سنس دي لو كان ممشي هنا مضارع تام تمام منزل على المحادي حياتم بيقول كريم عن الوي أن حياتم بيقول كريم هاي كريم هاي حياتم where have you been أنت كنت فين بيقول I have been to مكان معين مثلا to the countryside I have been to the countryside يعني سهلة وبسيطة خالص وواضحة وإحنا توقعنا أنت مدام بيقول where have you been أنت كنت فين هتقول I have been to يعني أنا رحت إلى وهو بيقول to the countryside يعني الريف معنى كده أن أنا قلت له to the countryside اللي هو رحت فين countryside اللي هو الريف فعله to the countryside وسأله سؤال قال I went to my family ممكن يقول له why يعني ليه ليه أنت رحت لل countryside I went to my family يعني أنا رحت العائلة مع أن هنا المفروض يعني آم ممكن I went with my family يكون هو هنا في غلطة لو احنا مش هنا في غلطة دي وصلحنا كلمة to دي نشيلها مثلا كده ونكتب مكانها with تمام يعني مفروض احنا نشيلها ونكتب هنا with يبقى أنا ذهبت مع عائلتي هقول له who did you go with يعني رحت مع مين who did you go with يعني ذهبت مع مين who did you go with او او بقى لو احنا مش هنصلحها لان هي لو جايانا في الامتحان هنسيبها على حالها طبعا مش هينفع نصلحها نعتبر ان هي كده صح يعني ومش هينفع ان احنا نصحح لحد في الامتحان فهنسيبها بقى على حالها هنشيل كلمة with دي تمام وهنسيبها يا تو والسؤال ساعتها بتاعنا بقى هيكون who did you go to يعني انت رحت المين who did you go to رحت المين هناك قال انا رحت للفاملي بتاعتي سؤال تاني i went to the fields يقول انا رحت للفيلز وقابلت صحابي وcollected some fruit وجمعت فواكه وكده يبقى عملت ايه هناك i went يعني انا ذهبت يبقى كده المفروض بعد كلمة what اجيب كلمة did وبعد كده الفاعل i هيبقى you where went هتبقى go what did you what did you do there انت عملت يعني عمل حاجات كتير فنقول انت فعلت ايه هناك هيقول رحت الغطان وقابلت الاصدقاء وجمعت فواكه how fantastic يعني من عمر رائم when did you return وانت رجعت هيقول رجعت في فترة معانة do you like the countryside فهنا هيقول i returned مثلا على حسب وهنا مش محدد اي وقت ممكن اقول ان انا رجعت من يومين مثلا two days ago two days ago يعني منذ يعني اول اللي احنا عايزين نكتبه two days ago do you like the countryside هو انت بتحب الكونتري سايد فهنا كريم هيقول طبعا دس قلب يدوب وبرد على بيس ونه يقول yes i do it's wonderful ايو بحبه علشان هو رائع ومعانة دلوقتي page صفحة 192 صفحة 192 test yourself تعالوا نشوف بقى التست اللي هنعمله لنفسنا حد بيقول اي i like gymnastics very much بحب الجمناست كتير خالص i not ونسينا بس احنا في الاول ان احنا نترجم الكلمات عندنا هنا كلمة train يتدرب try يحاول او يجرب have done يعني فعل am doing افعل الان fell فل سقط واقع يعني competition اللي هي مساب او منافسة حد بيقول انا بحب gymnastics very much اللي حد بيحب الجمباز يعني خالص i not gymnastics for about three years تمام هتبقى هنا مدام عندي فور وبعدها مدة حد يفكر هنجيب ايه have او هزو تصريب ثالث اهي مفيش غيرها هنا i have done gymnastics يعني انا بلعب الجمباز ده gymnastics نكتب have done او ممكن حتى كمان نكتب هنا الرقم زي ما احنا متفقين يعني عشان الدنيا مطبوص شي كده بقى لي ثلاث سنين بلعب gymnasium i on fridays انا بعمل ايه ايام الجمعة اكيد بتدرب يعني i train انا اتدرب i train on fridays a few months ago من كم شهر فاته my coach asked me to enter a الكوتش بتاعي المدرب بتاعي طلب مني ان انا ادخل ايه اكيد هدخل competition يعني مسابقة او منفسة unlucky والسوق حظي i couldn't practice because i ما قدرتش اتدرب كويس لاني انا بقى اللي حصلي انا وقعت down while i was practicing at home وانا بتدرب في البيت fell down معناها يسقطوا ارضا او يوع على الارض يعني وبكده وانا بتدرب في البيت وبكده خلصنا من اول سؤال كان بسيط وجميل يعني ودلوقتي عندنا القطعة بتاعتنا طيب تعال نشوف الكتب عيدنا بتتكلم عن ايه يقول لك هنا last friday اسلام الوليد who lived in a village in alexandria went fishing on a small boat جمعة اللي فات اسلام ووليد اللي هما عايشين فقاريا في اسكندرية رحوا يصطادوا في مركب صغير the weather was sunny and warm الدنيا التقس كان sunny and warm يعني مش مسوداء فكده they were very happy وهم كانوا صادا because they were there were a lot of fish لان كان كان فيه سمك كتين suddenly وفاق أبع إلا حصر a storm blew يعني عصفة هبت the waves were very high الأموك بأبعيت علي عليهم their boat sank and they lost the fish they caught المركب غرق وهم خسروا كل السمك اللي هما صادوا اسلام couldn't swim اسلام ما كانش بيع ما قدرش يعوم يعني he asked وليد to leave him and go ورح قال له وليد خلاص سيبني انت بقى عشان ما تغرقش معايا وروح يوبا اسلام هو اللي طلب من وليد قال له خلاص روح يا وليد انت وانا سيبني هنا بقى أموت أو يصال لأي حاجة but he refused to let his friend down بس هو مرضيش أبدا let his friend down يعني يترك صديقه drown يغرق وليد كاريد اسلام رح وليد عمل رح شال اسلام بقى and swamp to an island there was no one there ما فيش حد هناك في الجزيرة they were very hungry and tired هم الاتنين كانوا جعانين وتعبانين luckily there were bananas and they used to eat والحصن الحظ هم لقى يموز وبالح يكلوا their families were very worried العلتين بقى بتوءهم بتوء وليد وبتوء اسلام كانوا وعد قلقين عليهم at night they felt cold بالليل شعروا بالبرد بقى وليد واسلام so they made a shelter from trees فعملوا لنفسهم كده زي shelter shelter يعني مأوى مكان كده صغير كده من الشجر عملوا لنفسهم زي بيت صغير يعني كده for two days والمدة يومين they went to the sea shore waiting for any help لمدة يومين كانوا بيروحوا عند the sea shore الشط يعني بينتظروا اي مساعدة جاية يشوفوا يعني اي سافينا معدية ولا مركب ولا كده on the third day وفي اليوم الثالث they saw a ship شافوا سافينا they waved to it قعدوا يلوحوا لها كده ولو help help sailors could save them والحمد لله البحرين انقضوهم they were very happy and decided not to go sailing alone again كانوا فرحرين خالص الولدين اسلام واليد وقرروا انهم ما يروحوش يعملوا sailing يبحروا alone again يعني الوحدهم مرة تانية طيب what's the text mainly about بيقولك النص ده بيتكلم عن ايه بالظبط sea animals ما تكلمناش عنهم peaceful picnic لا لا ما كانتش peaceful أبدا ده الولد كان هيغرق strange trip scuba diving لا هي كانت بتتكلم عن رحلة غريبة الولاد كانوا 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 واحد فيهم هيموت وكده والدنيا تغيرت فجأة فدي رحلة غريبة طيب بيقولك كلمة sea shore شابه كلمة sea shore يعني شاطئ شابه كلمة beach يعني شاطئ بيقولك مين من اللي جايين دول بتوصف best يعني افضل شي the boys feeling on the island شعورهم على الجزيرة لما قعدوا هناك على الجزيرة يا طرح هم كانوا شعرين بايه كانوا calm relax shy اكيد tired tired يعني هو كمان قال عليهم انه هما كانوا very tired and hungry تمام اهو hungry and tired فكانوا تعبانين وقعانين السؤال بقى هنا do you think Walid is a brave boy هل تعتقد انه وليد ده ولد brave هنقول yes ليه بقى لانه هو مرضيش يسيب صديقه يموت ويغرق يعني فهنا اقول yes he is brave يعني ايوه he is brave because لانه ونروح بعدي because بقى ممكن نخطط كده من فوق نحن ايه مرضيش يسيب زميره يحصل له drown he refused to let his friend drown دي الاجابة بتاعة الكمالة يعني بتاعة ايه بتاعة number four طيب بعد كده قابلنا what did they decide not to do again ايه اللي هما قرروا ما يعملوهوش مرة تانية هما قرروا ان هما ما ينزلوش يعملو سيل لوحدهم اهو نه دي decided not to go sailing اللون اجين اهو مش هننزل لوحدنا تاني that's number five number six what do you think their parents feel after they returned home اتعتقدوا ان باباهم وانتهم حسوا باي لما هما الولدين رجعوا البيت اكيد they felt happy فرحان ان هما شوفوا ايه لهم ماشي ممكن يزعلوا الاول ان الولاد اه اه مشيوا وكده وطلعوا لوحدهم بس اول حاجة الاب الام هيفرحوا بمجرد ما يشوفوهم وبعدين بقى يبقى يعطبوهم ويضربوهم ويعملوا فيهم اللي هما عايزين يبقى انه اه they feel happy they feel هما هيكون شعورهم happy okay they feel happy نجي هنا للاختياري بيقولك it was a dream as i was asleep هو كان حلم لان انا كنت نايم عايز anthonyl anthonyl يعني كلمة ضد كلمة asleep طبعا awake مش اول مرة نشوفها to form the adjective of noise عايزين صفة لكلمة noise noise noisy noise يعني ضوضاء noisy يعني صاخب نحط لعه حرف y to space means to walk or drive behind someone in the same direction بيقولك حكي الما معناها ان انت تمشي او تسوق العربية بتاعتك خلف حد في نفس الاتجاه كده انت عمل له follow follow يعني بتتبعه بتمشي ورام he has had hearing problems يعني عنده مشكل في السماء all his life so he started to learn sign language يعني لغة الاشارة when he walked for too long لما مشي فترة طويلة and didn't find his way وما لقش طريق وبعد كده يعني تاه يعني he thought he was lost اعتقد انه ضل الطريق او تاه she is writing ا هي بتكتب حاجة معين to her first novel لأول novel لها وطبعا عندنا هنا بتكتب sequel وكيمة sequel هنا معناها ان هي بتكتب يعني كمالة لل novel الرواية الاولانية لها بعد كده عندنا هنا correct ياسر بي abroad for two years now he lives in كايرو ماشي فهو كان برا يعني لمدة سنتين برا خارج البلاد لمدة سنتين ودلوقتي هو بيعيش في القاهرة طيب يبقى هنا مين يعرف يجب لنا بقى كلمة بي طالما انا عندي for نعمل ايه مضارع تام ماشي has وhave وتصرف ثالت طيب ياسر اللي هو هي ياخد ايه ياخد has تصرف الثالت من been طيب has been has been abroad for two years طيب اللي بعد اخر مرة هي مش عارف ايه was five month ago ago من الكلمات اللي بتضل على الماضي البصير يبقى she traveled اخر مرة هي traveled سفرت يعني كان من خمس شهور فاتهم i my keys can you help me look for them ضاعت من المفاتيح ممكن تساعد نحن نبحث عنهم محددت اش وقت يبقى i have تمام i have lost i have lost يعني ضاعت مني الكيز اللي هو المفاتيح بتاعتي number four i my grandmother for a few years she died when i was eight يبقى هنا بيقولك four ومدة في رقم 4 بس في حاجة بقى she died when i was eight يعني هي ماتت لما كان انا عندي eight يعني 8 سنين يا ترى بقى انا عرفتها لكم يوم كده لكم سنة صغيرين يعني بس مفيش علاقة ده مش مضارع تام لان انا مش بربطه بالمضارع اللي هو لانا في ليل لان هي ماتت مش يعني انا عرفتها انا عرفت جدتي عدد قليل من السنوات والموقف كله ماضي لان هي when i was it انا كنت عرفها زمان مش لغاية النهار ده تمام اللي بعده number five i three times يعني ثلاث مرات زورت باريس ثلاث مرات فده مضارع تام لانه ما حدد شي امتى الكلام ده هيبقى i have visited i have visited يعني انا زورت باريس مرات وكده خلصنا الدرس الثالث والرابع ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع الدرس الخمس والسالس وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير ولايك للفيديو ونشوفكم ان شاء الله في فيديو القادم والسلام عليكم ونحمة الله وبركاته